اشتركوا في القناة وعديل المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم 21 لسنة 2001 وقرر إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات وقد ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية مينماتا بشأن الزئبق والمرافق للمرسوم رقم 74 لسنة 2020 وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر ثم انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير نائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقرر المجلس الموافقة على اقتراحات اللجنة وعددها 50 اقتراح وإحالة عد منها إلى الحكومة الموقرة كما ناقش المجلس الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن السماح باستمرار العمل بالقرار المتعلق باستثناء مزايا لمن هم فوق 35 سنة وتحت 45 سنة وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته إلى الحكومة الموقرة جدوى الأعمال جدا مهم احتوى على عدة بنون البند الأول كان البند التصديق على المحظر الاجتماعي السابق البند الثاني كان البند الأسئلة وتم توجيه عدة تسئلة عدة وزراء وبند الآخر مشروع بقانون تم تقديم في تغرير لجنة المرافق بالموافقة على انضم مملكة الوحرين إلى اتفاقية مينة ماتا ناقشنا تغرير لجنة التحقيق في الصناديق التقاعدية والتغرير ضم على أكثر من 3000 صفحة مع المرفقات طبعا قدمنا من خلالها 194 استفسار لهاي العمل التأمين الاجتماعي أما التوصيات التي توصلنا لها هي 50 توصية لإصلاح الصناديق التقاعدية طبعا حفاظا لديمومات وحفاظا على مكتسبات المواطنين ترجمة نانسي قنقر شكرا